وإذا كان الجيش المصري يقدر يعملها مرة فهو سيبقى قادر يعملها كل مرة رسالة قوية وواضحة لا تحتمل أي تأويل رسالة القيادة السياسية لمن تسول له نفسه المساسة بأمن مصر أو سيادتها أو يفكر مجرد التفكير في طوريتها في أحداث لن تكون نتيجتها خيرا لأي طرف من الأطراف من المؤسف والمشين أن يستمر وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش في إطلاق تصريحات غير مسؤولة وتحرضية على شكلة أن الصلاح الذي تستخدمه حماس جاء إليها عبر مصر تصريحات مستفزة ردت عليها الخارجية المصرية بقوة وقالت إن تلك التصريحات لا تكشف إلا عن نهم للقتل وتدمير وتخريب لأي محاولة لاحتواء الأزمة في غزة الخارجية المصرية اعتبرت أن مثل تلك التصريحات غير مقبولة جملة وتفصيلا حيث تسيطر مصر بشكل كامل على أراضيها ولا تسمح لأي طرف بأن يقحم اسم مصر في أي محاولة فاشلة لتبرير قصور أدائه يا هذا ويا أي نكرة يريد أن يركب الموجة أو يتستر على فشله مصر تمتلك أقوى وأكبر جيش في المنطقة جيش وطني يمتلك ظاهيرا شعبيا بالملايين إياكم وإياكم محاولة اختبار ردة الفعل المصرية منذ اليوم الأول العدوان الغاشم على غزة وموقف مصر ثابت لا يتزحزح أمن مصر خط أحمر وجيشها قادر على حماية حدود ومقدرات هذا الوطن وأي تهديد سيترتب عليه رد فعل عنيف من مصر سواء من خلال اقتحام محور فلادلفيا كما كانت تنوي إسرائيل أو من أي إجراء آخر تنوي إسرائيل تصعيد الصراع به في المنطقة منذ اليوم الأول أيضا ومصر ترفض التهجير القصري للفلسطينيين من رفح إلى سيناء ليس تنكيلا بالأشقاء الفلسطينيين ولكن دفاعا عن القضية الفلسطينية برمتها وحماية لها من الاندثار فمصر ترفض فكرة تهجير الفلسطينيين سواء كان التهجير لمصر أو لأي مكان آخر فمصر تدافع عن القضية ليس اليوم فقط ولكن على مدار تاريخها هنا القاهرة الإرادة الوطنية حتما ستنتصر مهما بلغت التضحيات وسيعود العدو يجر خيول الهزيمة مهما طال الوقت